بمهارة ودقة عاليتين يزيل المرممون الأثريون عوامل الزمن من على أوجه تماثيل وزخار في قصر البارون التاريخي هذا القصر يخضع لأعمال ترميم تعيده إلى حقبته التاريخية قبل مائة عام يضم القصر مجموعة نادرة من التماثيل والمنحوتات الأسيوية كالتنين الأستوري وبوذا كشفنا اللون الأرجواني أو اللون المحمر في أكتر من مكان في كل الواجهات حتى كان عندنا الواجهة رقم أربعة كانت واجهة محمرة بالكامل ودي كان التصوير الأديم ظاهرة بس كان كل اللي فيها أن نمغطيها شوي الطراب هنتكلم على تاريخ الأسر حيكون معرض الحديقة بإذن الله حنعمل فيها خدمات فبإذن الله إن شاء الله أنا سعيد أن فعلا بإذن الله في خلال ثلاث شهور في شهر نوفمبر 2019 حنكون انتهنا بالكامل من مشروع ترميم أصر البراء وأول مشروع ترميم للأصر بعد أكتر من مئة سنة ترجع فكرة بناء القصر إلى المليونير البلجيكي البارون مبان الذي جاء إلى مصر قادما من الهند نهاية القرن التاسع عشر آنذاك أنشأ حيا سكنيا شرق القاهرة أسماه هليوبلس أي مدينة الشمس ثم أقام قصرا له استلهمه من معبد أنكروات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية نظام بناء نظام هيكالي خرصان المسلحة حتى الزخارة برضو منفزة بفكرة النظام هيكالي أو هياك الحديد مظبوب عليها الأشكال الزخرفية للكبرى والفيل والرقصات وما شبه من رموز ودلالات هندوسية وبوزية تم رصد مبلغ ما يزيد عن المئة مليون جنيه لإعادة إحياء هذا القصر مرة أخرى لكون رمز من رموز التحدي لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وأيقونة مصر جيدة تحول عملية الترميم قصر البارون إلى متحف ومعرض مفتوح يحكي تاريخ مصر الجديدة والمطرية وعين شمس القديمة يونو ليتمكن الزوار بعد افتتاح القصر من الاطلاع على حكبة زمنية مهمة في تاريخ مصر الحديث عملية ترميم تجرى على قصر البارون التاريخي هي الأولى منذ إنشائه عام 1911 هذا الترميم يعيد القصر إلى صبغته التاريخية بألوانه الأصلية وزخارفه وتماثيله النادرة ليصبح القصر أيقونة إشعاع ثقافي وحضاري لمدينة هليوبلس محمد عاطف الغد القاهرة